أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على فروق أهمية التعاون البحثي والتطبيقي مع منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي قاحلة أكسات في مجال تحسين سلالات الأغنام المصرية وأصناف قمح المتحمل للظروف الجوية وخلال اللقاء مع المدير التنفيذي للمنظمة أكد فروق على أهمية توفير شتلات الزيتون عالية الجودة والإنتاجية والتعاون في تنفيذ الزوب الزراعية لتحقيق الاستدامة في توفير شتلات الزيتون والمعدات الزراعية لتطبيق نظام الزراعة الحافظة بدون حرث والتي توفر الوقود وتعزز رتوبة التربة